بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي إله العالمين المسمى في السماء أحمد وفي الأرض أبو القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجمين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم السقيفة إلى قيام يوم الدين أحبائي المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج توضيح المساء الضيفي الكريم سماحة السيد مناف الجزائري حياكم الله سماحة السيد سحر الله وقاتكم الله يحفظكم كل عام أنتم بخير إن شاء الله وأنتم بألف خير إن شاء الله الله يحفظكم سيدنا العزيز طبعا نذكر السادة المشاهدين دائما بالأرقام الظاهرة على الشاشة والأرقام لغرض إرسال رسالة نصية عبر الواتساب حصرا حياكم الله سيدنا مرة أخرى نبدأ بأسئلة الجمهور لهذا اليوم سؤال من الأخت مريم من إيران تقول عندي خمس وأريد أعطيه لإمرأة عدها أيتام البعض يقولون لازم تعطينا السهم للسادة وأنا ما أعرف هذا الشيء البعض يقولون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد نعم بالنسبة إلى سؤال الخمس سؤال أختي سهى الله خير الجزاء أعتقد في الحلقة السابقة قد بينا هذه المسألة ولكن لا بأس بالتكرار بالاختصار طبعا بأن الخمس ينقسم إلى قسمين نعم يعني نفس هذا المبلغ المبلغ الخمس سواء مئة على فرض نقول هذا العدد مئة خمسين من هذه المئة سهم السادة الفقراء والخمسين الأخرى سهم الإمام سلام الله عليه سلام الله عليه اللي يرجع إلى حاكم الشر يعني المرجع الفقيه اللي نرجع له بمسائلنا اللي هو يتصرف به فهذا السهم السادة يعطى للسادة الفقراء جميل السادة الفقراء أما إذا كان مثلا هذا الفقير يتيم أو امرأة عندها أيتام أو كذا إذا كانت علوية أو واحد من أيتام من السادة من نسل هاشم جد النبي صلى الله عليه وآله لأن الخمس يستحقه منهم بنو هاشم حسن يعني من كان من نسل هاشم جد النبي صلى الله عليه وآله عن طريق الأب جميل سيد عن طريق الأب يتصل بهاشم جد النبي فهو يستحق الخمس جميل أما إذا كان لا لا ينتسب إلى هاشم هذا ما يستحق أنه نطهي نعم أما سهم الإمام نعم سهم الإمام طبعا بأخذ إذن وإجازة من حاكم الشرع من المرجع أو من وكيل المرجع بأنه عدنا كذا فقراء أيتام كذا موسادة جوزونا أن نعطيهم من سهم الإمام أم لا إذا أعطى إجازة فبها جميل جدا نعم أحسنتم سماح السيد بارك الله فيكم أيضا هناك سؤال يقول هناك ناس عايشين في إيران ويقبضون مواد غذائية الحصة التموينية اللي بالعراق بالبطاقة التموينية طبعا يكذبون أنهم عايشين بالعراق ولكنهم عايشين في إيران هل يجوز لهم هذا الشيء أم لا سيدنا إذا كان أولا هذه الحصة لكل مواطن لكل عراقي البطاقة التموينية سواء بالبلد أو خارج البلد نعم المواد الغذائية اللي يعطوها لكل عراقي سواء كان أنه إذا شارطين حسب الشرط بأنه يجب أن يكون ساكن في العراق هذا أمر آخر فلا يجوز له أن يأخذها وهو ساكن في بلد آخر نعم أما إذا لا ما شارطي ما كوهيد شرط هذا من حق كل عراقي فإذا أخذها ما في إشكال مواطن عراقي نعم يحمل الجنسية العراقية يحمل الجنسية العراقية ما أعتقد أكوهيد شرط سيدنا أنه لازم يكون عايش بالعراق صح لو أنا غلطان ما أعتقد ظهرا هالشكي يعني نعم حسب الظاهر بأنه ما كوهيد قيد وهيد شرط أما إذا كان أكو قيد نعم ياريت أنه يبينون هذه المسألة للأخوة حتى أنه لا يصل به إشكال بأخذها أصل به حرم هذه المواد الغذائية نعم أحسنتم بارك الله فيك إذن ما في إشكال حسب الإطلاق نعم بأنه لكل عراقي لكل من يحمل الجنسية العراقية يجوز له أن يأخذ هذه المواد نعم أحسنتم سيدنا بارك الله فيكم نعم وأيضا سؤال من نفس الأخت مريم من إيران تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلي أجبروني على الزواج من شخص لا يصلي ولا يصوم فأنا مجبورة على العيش معه ما الحكم كما بينا سابقا أيضا في شبه هذه المسألة يعني الواجب عليها الواجب عليها أن تأمر بالمعروف يعني أقل مراتب الأمر بالمعروف أنه تستنكر هذا الشيء نعم يعني مقابلة في داخلها قلبا مقابلة على أنه زوجها ما يصلي حسنتم فلا تخرب عيشتها ولا تستعمل طريقة تتنرفز بها زوجها أو كذا بسبب عدم صلاته ولكن بطريقة ما أسهل طريقة بحيث أنه هو يرجع إلى الصواب وإلى طريق الصراط المستقيم إن شاء الله وندعو له إن شاء الله بالهداية ولجميع المؤمنين والمؤمنات إن شاء الله في بداية سؤالها سيدنا ذكرت أنه أهلي أجبرون يعني الزواج شو نحن حكم الزواج سيدنا هذا الإجبار يعني الكارثة الإجبار يعني إذا كانت واقعا هي مقابلة يعني حتى بعدما تم العاق تم الزواج مقابلة الزواج باطل زواج بالإكراه إذا كان من طرف الزوج أو من طرف الزوجة أو من كليهما فهذا واستمر هذا الإكراه حتى من بعد العاقد حتى من بعد الزواج عندما حصل الزواج هذا الزواج باطل حسنتم فاللي يصير هذا كله شبه أما إذا لا بعدين هما يعني صار رضاء نزين صار رضاء بالقضية لا الزواج صحيح الزواج يكون صحيح تميل جدا حسنتم سماحت سيد بارك الله فيكم أيضا سؤال أحد الأخوات أيضا تقول بعض الأحيان أجوارينا يعزمون على الأكد يعني يعزمونهم على الغداء أو العشاء مثلا تقول أيضا يعني بالبيت اللي عازمين نبي هما جيران ما أخذين كهرباء بدون رضاء الدولة فهذه جوز أنه نقعد ناكل أو ما نقعد ناكل يعني هما ما عندهم حلال وحرام ككل سيدنا حتى الأكل أيضا وإذا أخذ أخذ قضية الكهرباء ما لها تأثير بقضية الأكل والشرب نعم أما إذا كان قضية ماء مثلا أو أن المكان مغصوب مكان اللي قاعدين به عزموهم به مغصوب صاحب مراضي لكل صورة من هذه الصور جواب على حدة ولكن بشكل عام نعم بشكل عام يعني أكلهم وشربهم ما في إشكال ما في إشكال إلا إذا علمنا بأن هذا واقعا حرام هذا الطعام حرام أنا أدري بأن هذا المكان مغصوب ومع ذلك أروح نعم أدري بأن هذا الماء اللي صنعوا من عند الطعام هذا الماء اللي عينن هذا الطعام مصنوع من حرام دي سيصير بإشكال أما أنا ما أدري بالعيان واقعا هذا الأكل هو من حرام ما متأكد نعم ولو احتمال واحد بالمية ما في إشكال بأكل شربي من هذا الطعام حسنتم نعم مدام إجاء احتمال ولو واحد بالمية ما في إشكال إحدى الأخوات تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحيانا يعزمونا على عرس أقاربنا نضع المكياج دون أن يرانا الرجال فقط إحنا النساء بيناتنا فما الحكم ولكم جزيل الشكر طبعا إذا كان بين النساء نعم وشخص أجنبي ما يشوفهم ما في إشكال خصوصا بالأعراس أيضا موجودة روايات كثيرة وفتاوى المراجع حاليا بأنه إذا كان بين النساء بيناتهم لا ينجر إلى محرم ما في إشكال التزيون وحتى التغني بين النساء بعضهم مع بعض في العرس فقط والغناء للنساء بحيث ما ينسمع صوتهم على جانب ما يسمعون صوتهم كذا بيناتهم ما في إشكال الغناء سيدنا مثل شنو بالضبط بالعرس حتى رواية واردة عن الإمام الصادق عليه السلام وبقية الأيماعة عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أيضا في العرس فقط في العرس للنساء بيناتهم يغنن مناسبة العرس نعم غناء أشعار وكذا وفشيء من هذا المتعارف ما يخرج عن نطاقه بحيث رقص وما أدري بقية محرمات أخرى لا مجرد غناء نعم بيناتهم يتغنن ما فيش كال يعني خلينا نحكيها بشكل أوضح سيدنا القولات من النسوان نعم هاي الأشياء اللي ممكن تفرح الناس أحسنتم أحسنتم سيدنا بارك الله فيكم أيضا سؤال من الأخ هادي الشمري من بغداد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي زوجتي كل سنة الصوم وهذا العام عندها هبوط والضغوط وعندها التهاب كبد مناعي مزمن فما الحكوم الشرعي مع التقدير نعم إذا كان طبعا عندها مرض وفي سبب الصيام رح يزداد مرضها أو تتأخر مدة شفاءها أو كذا فلا يجوز لها الصيام لا يجوز لها الصيام لأنه يسبب ضرر فيسقط عنها وجوب الصيام مجرد أنه بعدين إذا شفيت قبل حلول شهر رمضان المقبل تقضي نعم أما إذا لم تشفى استمر معها المرض إلى شهر رمضان المقبل تعطي الفدية اللي هو المد جميل كيلو إلا ربع ما كان كل يوم طعام جميل جدا نعم أحسنتم سماح سيد بارك الله فيكم سؤال من الأخ محمد من محافظة الموصل محافظة نينو طبعا يقول عندي سؤال يعني الأول أنا من المقلدي السيد الخوي عندي فلوس دار عندي فلوس دار عليها سنة كاملة هل يقع عليها الخمس طبعا هاي الفلوس ما الورث سيدنا يعني ومحصلها من ورث وضامها سنة كاملة هل يقع عليها الخمس أم لا والسؤال الثاني يوجد شخص فقير يصلي وعائلته لا يصلون هل يجوز إعطاء الخمس له أم لا هذا أيضا نفس الجواب الذي استواجه سيدنا الله طبعا الأرث الأموال إذا كانت يعني وصلت إلى شخص عن طريق الأرث نعم إذا كان المورث إذا كان المورث قد أخرج خمسها يعني أهل خمس عنده سنة خمسية كل سنة يخمس أمواله فتكون هذا الأرث أموال مخمسة ما يحتاج يطلع الخمس أما إذا لا مرة يدري بأنه هذا الأرث مو مخمس نعم ومرة لا شاك ما يدري كل الحالتين وكل الصورتين يجب عليه إخراج الخمس من هذه الأموال إذا دار عليها سنة جميل جدا يطلع خمس إزيان هس يريد يعطي إلى شخص يصلي إنسان مؤمن ملتزم طبعا باب أولى حتى لو كان عائلته أو بعض من عائلته ما يصلون المهم هو أن يطل ذاك الشخص الشخص الذي يأخذ من عنده هذا الخمس طبعا إذا كان سيد فقير كما قلنا بأن سهم السادة يعطى إلى السيد الفقير المستحق أما سهم الإمام لا يجوز أن نصرف به من كيف لازم نأخذ إذن من حاكم الشريع من المرجع من الفقيه أو وكيله إزيان فهذا سهم السادة يعطى إلى السيد الفقير يكون ملتزم يكون متدين عائلته بعضهم ملتزمين هذا أمر آخر أنا أعطي لهذا الشخص فباب أولى يعطى للمؤمن الملتزم بغض النظر عن الآخرين عن عائلته مبارك الله فيكم سماعة السيد نطلع فاصل إن شاء الله ونرجع إلى خدمتكم أحبائي المشاهدين فاصل قصير ونواصل بإذن الله تعالى أهلاً ومرحباً بكم أحبائي المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائي متواصلين معكم وبرنامج توضيح المسائل حياكم الله سماحت سيد مرة أخرى سؤال من الأخت مصطفى من محافظة بغداد تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي سؤال قبل أيام كنت واضحة صبغ الأظافر وأنا متأكدة من إزاحته بالكامل ومسحته واليوم أثناء الصلاة انتبهت أنه باقي قليل من صبغ الأظافر فما حكم الصلاة وما هو الحكم الشرعي علما أنا صائمة ما حكم الصوم أيضا هل يبطل الصوم أو لا وبالنسبة للغسل أيضا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وعلى سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سؤال جدا وجيه وفيه تفاصيل عديدة طبعا إذا كانت متيقنة يعني حصل عندها يقين نعم اطمئنان كامل بأنه نظفت أظافري ودققت بالنظر الهن بأنه ما بقى بهن أي باقي جن وبعد ذلك صلت وصامت صلاتها وصيامها صحيح حتى ولو رأت بعد ذلك مقدار باقي هذه صورة الصورة الثانية إذا كان لا نظفت بس ما حصل عندها يقين نظفت أظافرها بس ما حصل عندها يقين مجرد يعني تنظيف عادي ما صار عندها أي أطمئنان كامل جميل هنا مشكلة نعم هنا تعيد الصلاة وإذا كان صيامها صيام يحتاج إلى غسل أيضا صيامها لازم تعيده حسن ثم إذا صامت بدون غسل لأنه إذا كان على الصائم وجوب غسل معين غسل معين واجب ومستحب غسل واجب مثل غسل الجنابة ومثل غسل الحيض بالنسبة للنساء إذا متوقف صيامها على ذلك الغسل وذلك الغسل اغتسلت وهذه المقدار من صبغ هذه الأظافير موجود كان على ظفرها فغسلها وصيامها باطل لازم تعيدهم من جديد حسن تقضي ذلك اليوم وأيضا تعيد الغسل مالتها نعم وموفقين إن شاء الله بهذا البرنامج الجيد سؤالي هو السلف طبعا قصدها الاقتراض الاقتراض اللي من الدولة وبنوقها هل هي شرعية أم لا طبعا بشكل عام نعم بشكل عام إذا كان القرب يستوجب من عندي بين أرجعه مع زياده فهذا قطعا فيه إشكال هذا الرباء بعينه حسن القرض الربوي هذا المعروف عند جميع الفقهاء وفي روايات أهل البيت عليه السلام والعايات القرآنية صريحة بذلك أحل الله البيع وحرم الرباء هذا هو من أبرز مصاديق الرباء المحرم والقرض الربوي نعم إذا أنا أستقرض من عندك أستقرض من عندك مع ما أنه أنت تشرط علي إذا تريد ترجع لي هذا القرض ترجع لي بزياده ولو دينار واحد نعم زين ولو عملة بسيطة واحدة بأزيد مما أخذت مني هذا رباء هذا حرام هذا الآن البنوك الحكومية والأهلية كلها فيها أشكال كلها فيها أشكال ولكن إذا كان الإنسان مضطر مضطر بأنه يقترض مع هذه زيادة نعم يقترض من البنك سواء كان بنك أهلي أو بنك حكومي أو يقترض من شخص معين جميل مع ما أنه سيرجع زيادة لكن هو مضطر لهذا الأمر إذا ما يقترض سيصيب مشكلة محتاج مثلا عملية فراحية محتاج إلى أنه إذا ما يقترض سيظل بالشارع ما عنده مسكن يسكن يعني من الضرورات حقيقية مو أنه يعني مثلا نقول أنا أريد أشتري سيارة يعني إذا ما أشتري سيارة سيارة ستموت لا طبعا هذا مو ضرورة الضرورات بحيث أنه يسبب له واقعا ضرر في حياته ضرر في عيشته نعم إذا كان مضطرا هنا الحرمة من جانبه تسقط من جانبه ولكن فقه ماذا يقولون يقول مع ما أنه ومضطر ففي داخله لا يلتزم عندما يروح للبنك أو من شخص يأخذ من عند القرب لا يلتزم من البداية بأنه سيعطي تلك الزيادة يعني الداخل مقابل في داخله من قلبه في نيته أنه مو واجب علي أن أعطي هذه زيادة هو متنفر منها جميل يظهر السنكارة نعم نجوور على القضية أحسنتم أحسنتم سيد فمن جانبه هو ما صير أحرام الحرام يصير من الطرف المقابل بارك الله سيد أيضا سؤال من الأخت زهراء العبادي من الجمهورية الإسلامية من الأهواس تحديدا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام لدي سؤال شرعي عندي مبلغ مال من بيع ذهبي يعني بايع ذهب هالأخت وعدها هذا المبلغ وقررت أشتغل بالمبلغ خليته عند محل لبيع وشراء على اتفاق كل رئيس سنة يعطيني مبلغ معين بحسابي واتفقنا على هذا الشي وما كنا محددين نسبة الخسارة بأن لأن كنا متفقين وبأن المضاربة حسب تعبيرها الأخت هل يصح هذا الشي مع العلم أن مبلغي اللي مخليته عند أبو المحل مية وستين مليون ريال إيراني ويعطيني كل ست أشهر ست ملايين فقط هذا الاتفاق اللي كان بينه وبين أبو المحل طبعا هذا بشكل المضاربة هذا مو صحيح نعم أرجو أن أوجه المشاهد الكريم على قضية عقد المضاربة المضاربة ما هو المضاربة بين طرفين نعم طرف من عنده رأس المال والطرف الآخر يكون من عنده العمل جميل زين هذا العقد شون يصير صحيح يصير صحيح إذا كانت نسبة بينهما نسبة بالمئة مثلا نيابة أنا أعطيك هذا المبلغ وأنت تشتغل به أعطيني من الربح حسب الشراء طبعا بأنه مرة أنا أشاركك بالخسارة ومرة لا أنا ما ليش أغل بالخسارة أنا إلي وياك بس بالربح بالخسارة مو وياك حسب اتفاقهم بعد ولكن الشرط يكون مثلا 50% من الربح إلي و50% من الربح إلك 40% 80% 70% لا يحدد مبلغ معين إذا حدد مبلغ معين يصير إشكال لأنه ممكن أنه هذا العامل الذي يشتغل بهذا المبلغ ممكن يطلع أضعاف أضعاف هذا المبلغ المعين فصاحب المال سيضرر سينوقد حق وممكن هذا العامل أصلا نصف هذا المبلغ الذي حدد إلىه ممكن لا يطلع فسيضرر العامل حتى لا ضرر ولا ضرر في الإسلام يصبح النسبة مئوية يابا ما قدر بحتي اليوم مثلا مئة نص إلي ونص إلك جميل بالمئة نسبة مئوية يصبح لا يحدد مبلغ إذا أحدد مبلغ يصير بإشكال فالأفضل أنه يتصالحون على هذا المبلغ الذي يحدده ويحينون من جديد بالنسبة مئوية يابا أنا هل قد ستة أشهر هل قد طلعت مبلغ من هذا المال الذي انتطيت نياه اشتغلت به وهل قد طلعت مبلغ فالنسبة المتفقين عليها إشكال بيناتهم يقسمون حسب النسبة جميل حتى هنا أنا ما يصير لا ضرر ولا ضرر لا صاحب المال رأس المال يضرر ولا العامل الذي يشتغل بهذه الأموال يضرر حسنتم سمح سيد طيب الله أنفاسكم أيضا سؤال من الأخت أم البنين تقول عمره من طع السنة قبل كم سنة أو قبل كم يوم اكتشفت عندي غلط بصلاتي ما كنت أصلي صلاة متكاملة وعبالي مصلي صحيح هل علي أن أقضي صلاتي كلها أم لا جزاكم الله خير الجزاء الله يحفظكم يسلمكم إن شاء الله طبعا هذا السؤال مبهم لازم نعرف وين الخطأ الخطأ هل حصل في الأركان في أركان الصلاة في واجبات الصلاة في مستحبات الصلاة وين صار الخطأ إذا صار خطأ في الواجبات خصوصا بأركان الصلاة هذه الصلاة لازم تعاد من جديد أما إذا لا إذا كان خطأ بسيط ممكن أنه يتلافى ذلك يعني لا يعتنى به هذا الخطأ مالته فصلاة لا تحتاج إلى أعادة لازم نعرف تبينينا الأخت شنو نوع الخطأ اللي في صلاتها شلون اكتشفت بأن صلاتها باطلة يعني اكتشفت إذا صلاتها باطلة لازم تعيد من جديد جميل جدا نعم أحسنتم سماحة سيد بارك الله فيكم أيضا سؤال من أحد الأخوات تقول سيدنا أنا مطلقة جبروني وللأسف اطلقت من الطرفين صار جبر يعني هي وزوجها نعم الآن يصير أطلع ويا طليقي وعندي اثنين بنات منه وإحنا متفاهمين يصير أحتيويا له حرام هذه قضية الإجبار نعم كما أسلفنا سابقا نعم في قضية الزواج الإجبار على الزواج كذلك الإجبار على الطلاق حسن إذا كان هم متفاهمين يعني بيناتهم نعم يعني حسب الظاهر بأنهم مو قابلين بالطلاق ابن عمها هو أيضا إذن إذن أصنا الطلاق مواقع نعم وخصوصا إذا كان طلاق رجعي يعني الطلاق على قسمين تارت أن يكون طلاق رجعي وتارت أن يكون طلاق بائن إذا طلاق رجعي بأثناء العدة حتى لو كان الطلاق صحيح نعم ووقع الطلاق بأثناء العدة هذه اللي هي ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروة مجرد ما أنه يلمسها بدون عقد جديد نعم هو هذا اللي يسمونه طلاق رجعي يرجع له يكونون زوجين طلت هذه الفترة لعدة الطلاق بأي وقت مجرد ما أنه يعني لامسها أو كذا نظر إليها برغبة لمسها برغبة رجعت زوجت يصير حسن بدون عقد جديد وبدون مهار وبدون كذا زوجت أما إذا كان طلاق بائن وواقعا هم مجبرين على ذلك يعني مراضين على هذا الطلاق يعني مثل طلاق الخلع أو المباراة وما شاكل من هذه من أخسام الطلاق البائن إذا مقابلين على الطلاق الطلاق لا يقع من الأساس جميل خصوصا إذا هم مثل ما يقولون متفاهمين نعم الطلاق مواقع أصلا ما يكو طلاق بائن نعم أحسنتم سيدنا طيب الله أنفاسكم ومبارك الله فيكم وإن شاء الله تعالى نواعد السادة المشاهدين بحلقة قادمة لكي نجيب على أسئلتهم أكثر وأكثر إن شاء الله سماحة سيد منافة جزائر شكرا جزيلا الله يحفظكم الله يحفظكم إن شاء الله حبائي المشاهدين نلتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة من برنامج توضيح المسائل تقبلوا تحياتي نحسين الأمير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حسنتم سلطة شكرا شكرا